أنا من الأشخاص اللي دائماً بحب الجملة دي فكرة إنه الدنيا بخير ففيه أصوات حتقولك خير بس في إيه الأزمات مليا الدنيا والعالم كله بقى أزمات وكل يوم نسحة الصبح نلاقي أزمات طيب تعالوا نتفق هو العالم اللي مليان أزمات ده على بلد وبلد لأ؟ ولا على مجموعة دول ودول لأ؟ طبعاً فيه عالم متقدم وفيه عالم معقول فيه عالم متوسط وفيه عالم نامي ولكن السواسية بالنسبة للكل هي إنه العالم في أزمة بنتلع من أزمة ندخل في أزمة طيب الحل إيه؟ الحل موجودة عند دول كتير بتحاول طول الوقت إنها تساعد موطنيها بمعنى إيه؟ إنها تجد الحلول إنها تتناقش إنها تديهم طاقة إيجابية طيب الأزمات دي الدولة بس اللي بتتحملها ولا كمان الشعب بيتحملها الكل بيتحملها طالما إنه الأزمة خارجة عن طاقة دولة وعن إمكانياتها وعن حلولها رغم إنها بتحاول لكن لازم فكرة إنه الإيد في الإيد طيب تيجي الإيد في الإيد إزاي؟ أحياناً إنت كده تبقى عايز إيه؟ تحاول إنك يعني تشوف أنا ممكن أساعد إزاي؟ لا ممكن تساعد أولاً التطاقة الإيجابية اللي ممكن تاخدها من كمية الأفكار من كمية الحلول من كمية إنك تبقى حاسس إن الدولة يعني في حالة إيه؟ في الملعب الحكومة بتاعتك موجودة طول النهار يا إما في مشروعات يا إما مؤتمرات يا إما في حلول يا إما في أفكار يا إما في عرض يعني إيه؟ تطمنك بإنه الدنيا ماشية بخير الدنيا بتشتغل وبعدين تلاقي إنت نفسك طول الوقت ناس تانية من ناحية تانية بتكسر فيك وبتخوفك وبتقول لك خد بالك الدنيا مش ماشية والمشاكل كتيرة وإنت هتعمل إيه؟ وتلاقي دول تانية بتحاول تقدم حلول طول الوقت وتقدم لمواطنيها أفكار وبرامج طيب الفن كمان ممكن يساعد طبعا يساعد ويقدم وعي للناس ويقدم أفكار الكورة نفسها تساعد طبعا تساعد لما الكورة تشتغل وتبزي المجهود وتقدم حاجات وتمتع الناس كل حد في كل مكان يقدر يساعد من مكانه مش بس الدولة أنا دايما بكره فكرة إنه الحكومة بابا وماما لا الحكومة مش بابا وماما الحكومة عليها دور لازم تقوم بيه والدولة عليها دور بتقوم بيه لكن أنا وإنت والشارع والمواطن والجار لما شوف يعني أما شوف كده تلاقي الناس قاعدة مثلا في الأوتوبيس تلاقي واحد يطلع يسود العيشة ويتكلم عن المشاكل بس وتلاقي واحد على بابا الله لابس اللبس البسيط الابتسامة من هنا لهنا ويقولك سبها على الله وإن شاء الله تتحل ناس كتير من البساطاء دول بيعلمونا بجد كل يوم دروس في الرضا دروس في الايه في القناعة دروس بإنه بكرة هيعدي هو الشعب المصري ده عاش كتير قوي لو أنتو بتقرؤ وتقرؤ التاريخ تلاقي مراحل كتير مرت على شعبنا وعلى دولتنا وحتلاقي إنه ناس كتير بتعديها بشغلها بالعمل يعمل اللي يقدر عليه وهو أنا لما أصحى الصبح أجي هنا أقدم برنامجي وشغلي وأشتغل وأعمل أنا بدور الحركة زي ميلي اللي واقف قدام الكاميرا واللي هنا واللي في ستوديو والعامل كل واحد يعمل اللي عليه هتلاقي الحركة بتمشي لكن لو قعدت أنا أرغي وهو يرغي ونقعد بقى نشتكي لبعض ونشتكي على السوشيال ميديا ونشتكي ونشتكي أنا خدت كمية سلبية مش ممكن تخليني أبدا أقدم لحضراتكم أي حاجة إيجابية التقى الإيجابية موجودة بس علينا أن احنا ندور عليها ونحاول قد ما نقدر طالما أن احنا بنقاسم العالم كله الأزمات اللي موجودة ونبص نشوف من الزاوية مش بيقولك الكوباية فيها النص المليان خلينا في النص المليان لأن النص الفاضي مهما عملت هتعمل إيه خلينا نحاول عجبني النهاردة الكلمة اللي سيد الرئيس يمكن وجهها في المؤتمر السنوي للبنك الإفريقي للتصدير والإستيراد والحقيقة قال لهم كلمة عن دول العالم العشرين اللي بتتقدم الاقتصاد العالمي وقال بالنسبة لإفريقيا أنتم شايفين إفريقيا موجودة في أي دولة من دول العشرين إفريقيا عشان تبقى أحسن لازم تحسن البنية التحتية بتاعتها وتحسن الاستقرار والأمان ويبقى عندها بنية قوية وبالتالي تقدر تقف على رجليها لأن دولتنا مش غايبة أبدا وأن احنا اللي لازم كلنا نحاول نبص للحقيقة شكلها عامل إزاي وناخد أي شق إيجابي ونعيش به لأن هو ده اللي هيعدينا وأكيد دايما يعدينا